اغلبنا بيواجه في حياته مشاكل وصعوبات كتير ممكن تخلينا نحس بالضعف أو عدم الثقة في النفس وعشان كده بنحتاج دعم نفسي أو حد نافق فيه براء الدايرة بتاعتنا علشان نتكلم معاه وكمان يكون شخص قادر انه يقدم حلول ونصايح مفيدة لنا خلال السنوات الاخيرة بقينا كلنا بنسمع عن اللايف كوتش واللي بقى فيه ناس كتير قوي بتلجأ ليه علشان تقدر تحل مشاكل كتيرة في حياتها وعشان نعرف أكتر عن اللايف كوتش وعن كل جديد في الموضوع ده هيكون معنا النهاردة اللايف كوتش كريمان ماهر واللي بتتميز بالفيديوز بتاعتها على السوشل ميديا والكورسز والنصايح الانلاين اللي بتقدمها للناس شغف ولا رسالة؟ اسعى انه دايما يكون عندك رسالة مش شغف الشغف هيخليك متوتر هيخليك على طول بتجري وراء هدف ولكن الرسالة هي شيء أكبر هي دورك في الدنيا هي دايما في قلبك والمشاهر الحلوة هي حضورك دلوقتي بتحس بكل اللحظة انت عايشها وعشان كده احنا دايما بنحس انه انا لما بقى بقى مصود في حاجة في الاول هو ده شغفي وهو ده اللي انا عايزة اعمله ومع الوقت اكتشف انه هو بيروح فالهدف الحقيقي هو انك تعيش بمشاعر حلوة اكتر في حياتك تعيش شهوف تتبسط بكل حاجة انت بتعملها ولما بيبقى عندك رسالة بتبقى عارف ان الدورك أكبر بالمجرد شغل أو بيت أو غيره بتبقى عارف ان دي حاجة في علاقتك ما بينك و بين ربنا فدايما بتبقى شغوف فبتعرف تعيش بمشاعر حلوة اكتر في حياتك وبالتالي بتبقى مرتاح ومبسوطة ازايك يا كريمان اهلا بيجو عاملة ايه الحمد لله مبسوطة ان انت معايا النهاردة وحستغلك يا ريد حستغلك اسوأ استغلال طيب كريمان بداية انا عايزة اعرف الفرق بين اللايف كوتش والطبيب النفسي انا عارفة ان في واحد بيدي ادوية واحد مش بيدي ادوية بس ازاي انا اعرف انا محتاجة مين فيهم وفي واحد في النص برضو احنا مش تنمية بشرية لا المعالج النفسي اوكي اللي هو السايكولوجست اللي بالزبط اوكي وبيسموه سعاد تيرابيست اوكي اوكي الطبيب النفسي بيبقى درس طب سبع سنين وبعدين وياخد ماجستير في علم النفس وهو الشخص الوحيد اللي قادر على التشخيص وانه هو يصرف دواء او يكتب دا اوكي المعالج النفسي هو الشخص اللي دارس طبعا المسميات بتختلف ولكن هو اللي متعرف عليه السايكولوجست الثيرابيست مع اختلاف المسميات هو بيبقى دارس علم نفسه اربع سنين وبعدين وياخد ماجستير في علم النفس وهو بيعالج بالكلام في ادوات كتيرة بيستخدامها مختلفة بيعالج بيها بالكلام ولكن غير قادر على انه هو يوصف ادوية وغيره الشخصين دول بيتعاملوا او بيشتغلوا مع الشخص وهو تحت خط الصفر احنا بنسمي الشخص الطبيعي اللي هو متزن نفسيا هو عند خط الصفر اللي هي البداية المعالج والدكتور بيشتغلوا مع الشخص وهو تحت الخط الطبيعي طب ايه هو الخط الطبيعي هو ان انا اقدر اقدي وظيفي اليومية بشكل طبيعي قدرتي على اني بنام كويس باكل بروح شغلي باعتني بولادي بالزبط مع اختلاف برضو تاني انا مش شخص اقدر اشخص فمش هخش في تفاصيل الموضوع ولكن احنا لما انا ككوتش لما بقعد مع الطبيب النفسي او المعالج بيقولي دايما يا كريمين خلي بالك من ان هو يبقى بيقدي وظيفه اليومية بشكل طبيعي بمعنى لو شخص بينام كتير قوي لو شخص ما بينامش خالص لو بيأكل كتير قوي لو ما بيأكلش خالص اللي هي حاجة مش طبيعية وبتحصل بشكل متكرر لمدة تتجاوز التلات اسابيع لو قعد معي شخص بالشكل دايما بريفار على طول ان انا بيوجهه لمتخصص يشتغل معي سواء الطبيب او المعالج لكن الشخص الوحيد اللي يقدر يشخص هو الطبيب النفسي طيب فين بقى الكوتش في المعادلة دي فين الكوتش الكوتش بيبتدي بعد خط الصفر اللي هو انا بقى واقف عند الصفر النورمل النوترل الطبيعي وعايز اخد بقى خطوة قدام انا تايه في حياتي مش عارف انا عايز اعمل ايه فقد للشغف مش عارف اهدافي ايه طموحاتي ايه كنت شخص طموح ما بقيتش طموح وقفت عند حتة معينة في اختلاف نواحي حياتي يعني مش بس الشغل ممكن تبقى الحياة الزوجية او الحياة العاطفية بشكل عام ممكن تبقى في الدراسة ممكن تبقى في الهواية حتى يعني في انه انا ما بقاش عندي هوايات ما بقيتش عارف انا عايز اعمل ايه في الجزء ده من حياتي ممكن تبقى في الجزء المختص بالبيزنس او بالفلوس او بالماديات اي هدف عندي في حياتي انا مش عارف احققه مش عارف ااخد خطوات لقدام ما بقيتش طموح فيه برجع لللايف كوتش لان هو هو فكرة الليف كوتش ايه ان انا بسأل الشخص ده اسئلة بيزد على مهارات معينة انا متعلميها او مبنيا على مهارات معينة انا متعلميها تساعدوا انه يكتشف طرق جديدة يكتشف افكار جديدة قد تكون عندهم شو اخت بالو منها هو ده اللي احنا بنعمله فالموضوع مش بيبقى نصيحة زي ما الناس بتقول انه قولي اعمل ايه وانا هعمله لا الكوتشنج مش كده الكوتشنج فكرته ان انا بنصت كويس قوي بنصت لمورقة الكلام اللي الشخص عايز يقوله وبسأل بناءا عليه اسئلة تخلي الشخص ده يكتشف او نفتح بيها مدار جديدة حاجة الوحيدة اللي بقدر اعملها ككوتش اني اقولها للشخص هو ان انا ارجع لمرجع علمي او ارجع لكتاب معين قد اكون انا مرة علي معلومة فيه تفيده فاقوم ايليله اقرب كتاب ده او بص على البحث ده او كده عشان تفتح مداركو اكتر لكن مقدرش ان انا اقوله حاجة ستريت فوروود او حاجة بشكل واضح اعمل كذا الشخص الطبيعي حاسس انه عنده مشكلة او حاسس انه مش قدر يعمل واجباته الطبيعية اليومية وكده ازاي بيعرف هو كبني قدم ادينا نصيحة لو تقدر يتديها لنا هو المفروض يعرف ازاي هو المفروض يروح للايف كوتش ولا يروح لثيرابيست او سايكولوجست او سايكايترست ايوه هو طبعا انا انا مقدرش اشخص التشخيص ده ده مش شغلي ولكن احنا بنحس يعني انا بحس ان انا مختلف انا بحس ان انا مش الطبيعي بتاعي مش دي طقتي العادية مش دي المشاعر اللي عادية اللي انا بعيش بيها بعيش بمشاعر صعبة متكررة بشكل متكرر فبيبين قوي الواحد بيحس فصدق في احساسك يعني بس هو يعرف ازاي يا كريمان يعني هو يعرف ازاي هو المفروض يروح لمن يروح لدكتور ولا يروح لسايكولوجست ولا يروح للايف كوتش بوسي انا سألت السؤال ده للدكاترة بصراحة والطبيب النفس دايما بيقول لي انا اللي بشخص فانا اول شخص هو المفروض يروح له ومع ذلك بتختلف الممارسات يعني في الموضوع ده على دول مختلفة في دول بترشح ان الشخص يروح للمعالج الاول وبعدين الطبيب ولكن خلينا يعني ايه في الصح انه في الاخر اللي يقدر يشخص هو الطبيب فنروح للطبيب والطبيب بعد كده هو اللي بيوجه الشخص يعني بيقول له انت محتاج مثلا انك تروح للمعالج او لا انت معندكش مشكلة محتاج تروح لكوتش اوكي طيب انت طبعا عارفة ان الناس كتير قوي بالنسبة لهم اسهل ان هما يروحوا لللايف كوتش عن ان هما يروحوا للطبيب النفسي بسبب ان احنا عندنا دايما الفكر بتاع ده حيديني ادوية انا خايف ان انا قد من الادوية دي ومعرفش ابطالها طبعا انا عارفة الرد بتاع ده لاني قريت شوية في الموضوع ده لكن منك انت انا عايزة اعرف انت تقول لهم ايه طيب انا هبقى امينة جدا بصراحة انا كنت من الشخصيات الغير مؤمنة بالادوية لما كنت مش فهمة يعني لما كنت فعلا لسه في الاول مش فهمة لاني حبيت اني اخش اكتر في المجال ده وافهم اكتر لقيت انه لقا احنا في مرحلة معينة في حياتنا او في التعب النفسي بنحتاج لدوى عشان انا بابقى هنا ومحتاج عشان ااخد خطوة لقدام ارجع للنتر ان انت تكوني انسانة طبعية تام بالزبط ان انا اعرف انا اسيطر على مشاعري واعرف افكر فالكلام يشتغل معايا فاعرف ااخد خطوة لقدام تخرجني من اللي انا فيه فالدوى لنفسي بيبقى مهم وطبعا حالات وحالات مع الدكتور هو اللي بيقرر طبعا لكن برضو مهم والدكاترة في العالم كله بيكلمه انه ما تاخدش الدوى عمياني خش اقرف الدوى ثقف نفسك اتعلم انت شخصيا الدوى ده انت بتاخده ليه اسأل بوضوح الدوى ده هيفرق معي افئي انا باخده ليه ومع ذلك انا برضو مش بتكلم فتخصوصي يعني بس انا بكلمك في الباس براكتس او افضل الممارسات وفيه كمان يكون فيه خطة بين البيشنت او المريض والدكتور بتاعه انه هو مثلا بيقوله انت على فكرة محتاج تاخد الدوى كذا لان انت بتحس بمشاعر معينة ممكن تأثر عليك جسمانيا فانت هتبتقي تاخد دوى كذا يا جماعة احنا بس عايزين نوضح من خلال ترانز ان انت لما بتروح للدكتور هو بيقولك انت هتاخده مدة قد ايه وبيقولك هيبطله ازاي مش مع نفسك علشان بس واحنا بنتكلم محدش يفتكر ان احنا بنقول خده الدوى وخلاص لا انت بيبقى فيه خطة بينك وبين الطبيب المعالج ليك انه هو بيقولك هتاخد الدوى الفوليني لمدة كذا بجراعات كذا وحبطله كذا وفوقت كذا مظبوط؟ مظبوط جدا جدا وده بيرد على سؤالك ان احنا بنبقى قلقانين ان انا روح لطبيب لو الطبيب ما عملش معك كده ايه لا لكن طول ما الطبيب مديك خطة واحنا ماشيين في خطة مع بعض وفاهمين احنا بعد الخطة دي عايزين نامل ايه فدفنت لي يعني هتبقى مرتاحة اكتر طيب نرجع بقى للبيتش بتاعتك انت بتنشري تيبس كتيرة جدا على الاكاونت بتاعك انت ازاي بتفكري في المواضيع بتاعت التيبس؟ بعيشها بجد بعيشها فعلا بعيشها كل حاجة انا بتكلم فيها انا عشتها ببقى شفتها يعني في فيديو مثلا ناس كتيرة بعتتلي عليه موضوع انه ازاي ما تبقاش دفاعي انا كنت شخصية لو قلتلي هاي ادفع عن نفسي يعني بجد فكنت بعيش المواقف دي وببتدي بندق بشكل فكري معين فبحب اشارك الفكرة يعني بحب اشارك المنطق لانه انا لو غيرت المنطق وغيرت المعنى والمفهوم هغير مشاعري وبالتالي هغير تصرفاتي طب ازاي في النقاش ما بقاش دفاعي ما تحطش في الموقف انه محتاجي تدفع عن نفسي الفيديو ده عشان ما تقطعش الشخص اللي قدامك غصب عنينا في اي نقاش احنا بنسمع الكلام وانطبقه على نفسنا ونبتدي نتحط في موقف انه لا على فكرة ما عماتش كده لا 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 انت فهمت غلط لا 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 طول ما هو عنده كلام جوي يقوله هو مش سامعك انا سامعك وفاهم انت بتقول ايه ونخليه خلص كل اللي عنده وبتسأله هل في حاجة تانية حابب تضيفها ولما ايجي دورك ما تقولوش ايوة بس او كلامك صح بس شيل كلمة بس دي خالص بعدين خده وروح للمشكلة على طول تبتيتي تتكلم انت عن المشكلة ومن هنا بتبقى فاهم انه انا ككيان حاجة والمشكلة حاجة تانية خالص فلو هو بيتكلم عني في المشكلة فاستيل هي في المشكلة مش فيا فنرجع نروح احنا الاتنين نتكلم في المشكلة طيب ايه اكتر حاجة كان بيجي دك عليها كومنس كتير قوي من التبس دي حاستين الناس معظمها مهتمين بالموضوع ده طبعا مع اختلاف المواضية بس في موضوع فعلا انا فرحت قوي انه انتشر مع الناس هو انه ازاي انا بابتدي في حاجة وما بكملهاش او انا ليه بابتدي في الحاجة وما بكملهاش وكانت الفكرة هي مختلفة شوية عن اللي احنا بنسمعه في العادي ان انا بازهق او بعمل بس هي كانت الفكرة ان احنا ما بناخدش بالنا من نجحتنا انه اي شخص عشان يكمل محتاج عارفة بوست محتاج ان انا زي الاطفال لما بتيجي نفسك ان هو يكمل في حاجة حلوة بيعملها بتسقفيله بتجيبيله حاجة حلوة بتاكنولج بتعترفي بتشوفي الحاجة الحلوة اللي هو عملها وبتقدريها وبتديها قلمة فبيبقى عايز يعمل منها اكتر فكان ده الفيديو اللي فرق مع ناس جدا انه افتكر نجحاتك انت كل يوم بتنجح النهاردة نصحيت الصبح روحت الشغل خلصت شغلي عندي عيلة قعدت مع ولادي عرفت ادي ولادي وشوية وقت انا نجحت انا نجحت في حاجة كنا يستعملها النهاردة كل ما افتكر نجحاتي كل ما بدي نفسي طاقة وايمان اكتر انه لا على فكرة انا تمام انا باخد خطوات لقدام وبالتالي لما بابتدي في حاجة لو انا باخد بالي من النجحات البسيطة اللي انا بنجحها في الحاجة اللي انا بابتديها سواء حاجة لسه بتعلمها او غيره بتديني الطاقة ان انا كمل من اكتر الحاجات القامن قوي الناس اللي بتبقى عايز تعلم انجليزي مثلا ويجي يتعلم ويبتدي اول لفل وتاني لفل وتلاقيه فجأة ويقع لي لانه هو دايما مقتنع انه انا لسه مبعرفش اتكلم كويس انا مش عارف انا مش عارف ايه فيكسل يحس انها بقت صعبة ما يكملش لو ابتدى ياخد بالو من اللي هو بيعمله لو ابتدى حتى يكتب كل يوم كلمة هو حفظها نجاح من نجاحاته بس حتى لو حاجة بسيطة بس هو بيقول لنفسه ان ده نجاح انا مليش دعوة الكوكب شايفه ازاي مليش دعوة اللي بيعرف يكلم انجليزي يشايفه حاجة بسيطة ولا لأ انا ليه دعوة ان انا ابقى شايف اللي انا عملته ذو قيمة فانا شايفني فانا حاسس بي فبالتالي بياخد طاقة اكتر ان انا اعرف اكمل حلم ايه وبتاعي والكلام ده بيأكل عيش التكنيك ده بيستخدمه البابليك سبيكر عشان يشد انتباهك عشان الفيديو ده يبقى بايرل عارف ليه لانه بيهدم لك حاجة انت نفسك تعملها قوي وبيرجعك تاني تبنج نفسك فما بتعرفش تاخد خطوة قدين ما تبقاش سازج وتصدق اي كلام يتقلك اعرف ان ربنا ادك هداية كبيرة قوي وهي في قلبك ما تتخليش عنها ربنا ما حطش الحلم ده في قلبك غير وهو عارف انك تقدر تنفذ الشخص دك بيتشهر عشان انت بتتفرج عليه وبيحقق حلمه واقف قدامك عايش شغفه وحلمه وبيقولك انت بنج نفسك ما تعملش ده دلوقت طب ليه مش عايزك تعمل زيه طيب انا هسألك اسئلة سريعة تقوليلي اه او لا اوكي اللايف كوتش يقدر يساعد في حالات الاكتئب لا اوكي اللايف كوتش يقدر يساعد في حالة لما الانسان يفقد انسان تاني لا طيب في حالة التوكسيك ريليشنشيب اللي هو زي ما بيقوله كده علاقة سامة ممكن ممكن طيب البني ادمين اللي هما ممكن يكونوا بيعملوا واجباتهم يعني بيروح الشغل بياخد باله من اطفاله بياخد باله من الاكل في البيت كده بس بيرجع دايما عايز يقعد في عزلة لوحده ده محتاج تشخيص تشخيص من دكتور بزبط لانه في كذا اوبشن في انا شخص بحب الانطوائية وعادي وفي لا انا بارجع دعاية لوحده فانا عندي كابتف حاجة معينة فده حاجة وده حاجة تاني خالص يعني الشخص اللي بيحب دعاية في العزلة انا بسأل عشان دي انا او انا كمان احب دعاية لوحده منبسط مع نفسي منبسط مع نفسي ده ايه يعني الناس بتستغربني جدا يعني حتى بيعودوا يقولولي انا قلتلك هستغلك النهاردة الناس كتير بيعودوا يقولولي انتي ازاي بتطلعي على التلفزيون ومفروض تكوني بني قدمة سوشال وبتاع ازاي في الحياة الحقيقية انتي على طول عايز تكوني الواحدة ده حاجة جميلة جدا انا مؤمنة جدا جدا انا مؤمنة ان هي حاجة صحية جدا لانه كل ما انا عرفت نفسي اكتر وبقى انا عندي علاقة صحية مع نفسي كل ما انا قدام الناس كمان ومع الناس بقيت علاقت بيهم صحية يعني طبعا احتراما لكل الناس اللي بتستمد طاقتها من الدوشة وان يبقى حواليها ناس كتير بس مهم قوي ان انا يبقى فيه وقت بتاعي فيه وقت انا بتعرف بي على نفسي ما بقاش ببنج نفسي بوجودي مع الناس وبعدين انا مبسط يعني انا ببقى بسلية نفسي بيقول لصحابي مثلا انا ما اعتقدش ان انتم ممكن تسلوني اكتر ما انا بسلي نفسي لا مش انترى برده برده عايزين نخرج مع الصحاب برده بنزل بس مش اللي هو بقى لازم كل يوم انزل اخد كافي مثلا مع واحدة صاحبتي ولا لازم كل يوم اكل اكلة مع صاحبتي لا ممكن اعود لوحدي عادي يومين ثلاثة دي حاجة صحية جدا ودي يعني علامة صحية جدا ان انت شخص عارف نفسه بيعرف يقعد مع نفسه خليبا ايك فيه ناس ما بتعرفش تقعد مع نفسها ده برده بيحتاج شغل كتير ان انا اوصل مرحلة ان انا متصالح مع نفسي وبعرف اقعد مع نفسي وبعرف ابسطني وبالتالي انا قدام العالم مش مستني توقعات فبتلاقي نفسك صحتك نفسي احسن كبير بزرط حقيقي فعلا هو ده اللي انا عايز اقوله طيب ليه يا كريمان زمان ما كناش بنسمع عن اللايف كوتش دلوقتي اللي هو اي حد بيعدي بأي مشكلة بيقول انا رايح على طول اللايف كوتش اش معنى دلوقتي تفتكري بسبب ظهور السوشال ميديا بطريقة كبيرة في السنين الاخيرة طبعا السوشال ميديا والماركتنج بس عايز اوضح حاجة هو لايف كوتش طول عمره موجود هو الام الصحية اللي بيتربي ولدها بالفكر انه اسأله واشوف هو عايز يعمل ايه ونبتدي مع بعض نحط خطة اللي هنعمل ده ازاي يعني اي بليف انه اغلبية الناس النجحة اللي كان عندهم امهات وقفة في ظهرهم كانوا كوتش باي نيتشر يعني انا حماتي كوتش باي نيتشر بجد بتقعدني لما يبقى عندي مشكلة او حاجة انا مترددة فيها قرار مترددة اغلب دي حماة حلوة قوي رائعة رائعة انت تسألني اسئلة 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 لحد ما انا اوصل لجابتي الوحدي ويقول لها لا لازم تبقي لاليف كوتش باي طب قوليني هل انت بتحسي ان الناس باقت تستسهل ان هم يروحوا اللايف كوتش عن ان هم يلجأوا لطبيب او السيكولوجست بتحصل ساعات مع الناس اللي بشتغل معاهم بس انا يعني بحب ارجع رفير تاني للدكتور لانه مهم جدا في الكلاسيس بتاعتي بيبقى فيه سؤال واضح وصريح انه لو حضرتك بتتابع مع دكتور ان انا ارجع اكلم الدكتور واتأكد ان الشخص ده في مرحلة تسمح له ان هو يخش الكلاسيس بتاعتي فمهم قوي ان احنا نبقى بشغلين مع بعض مهم ان احنا نتابع مع بعض كدكتور وكوتش طيب هل حقيقة ان اللايف كوتش سلاش الدكاترة النفسيين او التربست بتكون متوفرة بشكل بسيط للناس اللي تقدر تتعالج فعلا ولا بيكون الاسعار بتاعت ان هو مثلا هيقض ساعة مع الدكتور او مع اللايف كوتش بتبقى غالي على الناس بصراحة بصي طبعا على حسب الشخص يعني فيه ناس بالنسبة لهم شخص غالي وفيه ناس بالنسبة لهم شخص لا افوض انت شايف ان الشخص البسيط يقدر ان هو يروح يتعالج مع اللايف كوتش لو عنده مشكلة بصي هم ابدائيا اللايف كوتش مش بيعالج يحلت شوية مشاكل اه بنتكلم في مشاكل حياتية وطريقة نمط حياة معين احنا بنغيره عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزنا فهو مش بيعالج لكن هل اي شخص يقدر يقضر يقضر معاه فيه كوتشز بتبقى اسعارهم فعلا غالية وفيه كوتشز اسعارهم شباب صغير لسه طالع جديد بتبقى اسعارهم معقولة وفي نفس الوقت برضو احنا كمنظمة دولية للكوتشنج بقوا دلوقتي بينزلوا يدوا فري ساشنز او كوتشنج ساشنز ببلاش في المؤتمرات في التجمعات اللي بتحصل زي الجوب ثيرابي يعني؟ لا هو بيبقى فرض الفرض بس بيبقى الكوتش نازل متطوع وبيقعد مع الاشخاص اللي بتقدم في مثلا العرفة التجمعات اللي هي المؤتمرات العمل وهكذا وغيره بيبقى فيه كوتشز المنظمة الدولية للكوتشنج ليها تشابتر في مصر وبينزل يقدم التطوع ده في اماكن مختلفة عشان الناس تجرب فالغير قادر على انه يدفع يقدر انه هو يحضر حيكة زي كده يستغل برضو الفرصة وهتفرق معي جدا والشخص بيحتاج ان هو لو عنده مشكلة وعايز يتكلم فيها مع اللايف كوتش بيحتاج ان هو يقابله مثلا كم مرة في الاسبوع على حسب الحالة طبعا بس يعني انا بفضل انه نعود اول مرة نشوف احنا رايحين فين ده مهم جدا لانه ساعات لما بيبقى الشخص غير جاهز للكوتشنج بيبقى عايز يخش في دوائر ونفضل في دوائر مفرغة الكوتشنج نتائج رزلت اوريانتد الكوتشنج دايما بيركز على احنا رايحين فين النتيجة اللي هنحققها مش بيفضل قاعد في الماضي بنفكر ايه اللي حصل اه ممكن نسمع قصة او اتنين بس احنا دايما نركزين على احنا رايحين فين فده مهم جدا فبيبين من اول مرة هنحتاج عدد تقريبا قدين مرسي يا كريمان مشكورك ان انتي كنت معنا النهار مرسي شكرا لك وكده تكون حلقاتنا خلصت شكرا لكم ونشوفكم في حلقة جديدة الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باي باي